السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ومرحبا بكم اخواني واخواتي من جديد. في هذه الحلقة ان شاء الله تعالى سنتطرق الى ادات جد مهمة على وهي shape tool وهي الاشكال الهندسية. نقوم بالتغط هنا. كما تشاهدون معي الاشكال الهندسية الموجودة. نقوم باختيار ثم نقوم برسمه. اولا نقوم بتغيير الفيل. لذلك نقوم بالتغط على ثم جر فأرى كما تشاهدون معي. هنا نقوم بتحديد الطول والعرض للشكل. لكم مثلا اربعة ومئة. ثلان على مئتين. كما تشاهدون معي. هذا هو شكل. هذا هو شكل. اذا اردنا التحكم في ابعاده فقط ما علينا فقط. سوى جره الى هنا. هذه النقطة الى هنا. وهذه الى هنا. وهي تسمى. اذا اردنا اختيار شكل اخر نقوم به اختياره ثم نقوم به انشائه كما تشاهدون معي الان. هذا هو شكل وكما تلاحظون معي الفرق بين اما. ركتانجل تول. كما تلاحظون معي. هو هو هذه النقاط كما تشاهدنا ركتانجل تول فنقاطه حادة. اما راواند كونلتو فنقاطه مقوسة كما تشاهدون الان. ثم نقوم باختيار شكل. ثالث. وهي التائرة. او القرص كما تشاهد المائم. ها هي. وايضا نقوم بتحكم في ابعادها وحجمها وجعلها كما نريد. فقط باداة سيليكشن تول. ثم نقوم باختيار الشكل الرابع. بوليغون تول. ها هو كما تلاحظون معي. هو هذا الشكل. وايضا يمكن التحكم في ابعاده وما الى ذلك. ثم نقوم باختيار الشكل الخامس. وهو شكل النجمة او ستار تول. فقط نقوم اختياره ثم برسمه هكذا. تشاهدون ما الان. هذه هي الاشكال الهندسية التي سنقوم باستخدامها في تصاميمنا ان شاء الله تعالى. دمتم في رعاية الله.